ام سيف. اتفضل يا ام سيف. اهلا بك يا ام سيف. اهلا بحضرتك. سمعت كان عندي سيف عنده اربع سنين. تمام. وعنده اسهل من ساعة ما تولد. تمام. لحد دلوقتي. كم بيرضع طبيعي ولا صناعي? كان طبيعي وفصنته على سنة. كم اه رضعها طبيعية? وزن الولادة كام? اه هو كان قلعي من البنت مش فاكر ولا ده. طب وزنه كم دلوقتي? دلوقتي بعيد جدا. اربعتاشر كيلو واربعة سنين. اربعتاشر كيلو واربعة سنين. طيب انت الاسهل من يوم ما تولد ولا من بعد ما دخلت له اكل? لا من ساعة ما كان عنه ثلاث شهور بالزبط. طب انت عندي ثلاث شهور كنت بدأت تدي له اكل مثلا مسحوق ام حول الحاجة? لا خور. بدأت الاكل امتى? دخلت له الاكل من امتى غير الرضاعة? اكل ممكن بعد ست شهور بدأت يعني كس. والاسهل عنده من سنة ثلاث شهور. ثلاث شهور وقالي لبن وانحت اللبن ولا زبادي ولا لبن ولا اي حاجة خالص بيأكل. وبرضو بيأسهل. سودي يعني بيعمل كم مرة اسهل? ممكن ثلاثة اربع مرات في اليوم. طب هل مرتبط بالاكلة او بالرضاعة? يعني مثلا فيه فيه لما بياكل بياه بيسهل? ايه دكتور اوما بياكل على طول عايزيكش رحمة. حتى لو ما كانش بعدينه اكله ضعيفة جدا ولا بياكل فاكرة ولا بياكل اي حاجة. طيب ماشي. وعايف عالمكارون والكلام ده. طيب قلت الوقاتي منعت منتجات الالبان ولسه المشكلة زي ما هي قائمة. ولمشكلة زي ما هي. ايه. طيب ماشي شكرا اللي اتصال عليك يا موسيف. بس يا موسيف ابنك اربع سنين عندك ايه عنده اسهل او ما تعتقدين ما تعتقدين انه اسهل. الاعتقاد بمكن يبقى عندك المعتقد انه هو بيسهل وهو مكنش بيسهل ولا حاجة في ساعات باطفال بيبعندهم حاجة اسمها معده ناشطة او معده ناشطة. ايه المعده ناشطة دي. في عيال اول ما تتولد. اول ما يرضع يعمل مرة. اول ما يرضع يعمل براز. اول ما يرضع يعمل براز. اول ما يرضع يعمل براز. يعني رضع عشر مرات يعمل عشر مرات براز. دي اسمها معده ناشطة او حاجة اسمها اكساجيريتد جاستروكوليك ريفليكس. الاكل. لما بيلمس المعده بيبعط إشارة للقولون يخرج آخر شوية براز موغودين في القولون دي اسمها معدى ناشطة وما تأثرش على وزن العيل كل الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعملها إنه ممكن تعمل تسلخات للطفل نتيجة إن البراز كتير 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 والعيل ما بيتغيرهش بسرعة فممكن يعمل تسلخات أعتقد دي الموضوع بتاع ابنك إنه عنده حاجة اسمها معدى ناشطة إنه كل ما الأكل فيه ناس كتيرا لما تاكل الصبح تخش الحمام وفيه أطفال أول ما تاكل يبدأ يتبرز على طول بعد الأكلة أو بعد الوجبة مباشرة ده غالبا يعني 95% ده التشخيص بتاع حالة ابنك لكن عشان نبقى في الأمان تعملي حاجتين تعملي حاجة اسمها تحليل حساسية الأمح فيه حاجة اسمها سيليك ديزيز التفلي لما يكون بياخد منتجات أمحه على حاجة يحصل له حاجة زي إسهال مزمن وتبص تلاقي بطنه منفوخة كده هو المعظم الوقت وتبص على العين من الجنب كده تلاقي بطنه منفوخة وتلاقي الألية بتاعته فلات أو مش متضخمة صغيرة خالص يبقى من قدام عام الكرش ومن وراء فلات العين كده لما تبص عليه منظر جانبي يبقى يليك السيليك ديزيز أو يعني احتمالية أن يكون فيه سيليك ديزيز أو حساسية أمح فأنا رأيي الشخصي أن ابنك تعملي له اختبار حسية الأمح علشان نستبعد احتمالية أنه 5% يكون عنده حاجة اسمها سيليك ديزيز أو حسية أمح أنه لما بياخد منتجات أمح بيحصل له حاجة اسمها السيليك ديزيز ليه أعراض أخرى تبص تلاقي العين بيسهل بيكاركب على طول بطنه بتكاركب بطنه منفوخة مالوش مقعدة المقعدة بتاعة طفلات كده هو وتبص تلاقي العين عنده أنيميا والمود بتاعوحش على طول ما أريف متدايق حس إنه هو شال الدنيا على دماغه معظم الوقت وقعد متشرلك معظم الوقت العين اللي عندهم سيليك ليهم شكل كده هو اعملي تشخيصي لحالة حضرتك غالبا 95% ده حاجة اسمها اكسجيريت جاستروكوليك ريفليكسة أو معدى مشطة لكن ده ما يمنعش عشان تستبعدي ما نظلمش العيل ده نعمله تحليل براز نشوف البراز أخباره إيه وتعمل له حاجة اسمها اختبار حسية الأمح عشان تستبعدي مرض اسمه السيليك ديزيز يا جماعة وشكرا لاتصالك يا موسيف يا جماعة وزن الولادة ده وزن أساسي وده برضو من نمنع حاجات اللي احنا لازم نسألها للدكتور ساعة الولادة لازم تبقى عارفة ابنك اتولد لأن ده البداية اللي احنا هنتحرك عليها فيه حاجة اسمها منحنى النموة للعيال يبدأ من ساعة الولادة أن أعرف وزن العي وزنه قد ايه كانت الحكيمة في انجلترا يعني ناس ايه ما بيعملوش حاجات عظيمة جدا بس بيهتموا بالتفاصيل يعني ايه اول ما العيل يتولد ويتحط على البيب وورمر أو الحاجة الدفية بتاعة العيل اللي بندفع علي العيل تبصي تلاقي حطت العيل تحط العيل وتك تقوم دايسة على الستوبوتش على طول فيه استوبوتش كده هو موجود علشان تعرف العيل ده وإيه احتاج انقاذ حياة ولا ما خدش نفسه بسرعة فات كم ثانية من بعد الولادة وساعة الولادة بتشوف الساعة على طول تكاة تأيد على طول الساعة والدقيقة والتاريخ اللي تولد فيه العيل دي حاجات مهمة جدا لان لو عيل مسفر أو في عيل عنده مشكلة الساعة بتفرق مش اليوم الأطفال أول أسبوع بناخدهم بالساعة وبالدقيقة ليه ما ينفعش ايه يقول عيل عنده يوم ولا يومين لا يقول عنده 14 ساعة عنده 15 ساعة الساعة بتفرق في حياة العيل في أول أسبوع بعد الولادة ومعنا